اكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة ان مملكة البحرين تمكنت من اتخاذ خطوات حاسمة في سبيل تسريع التقدم المحرز نحو تنفيذ اهداف التنمية المستدامة يأتي ذلك بما يتماشى مع الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس بجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها مع رؤساء تحرير الصحف المحلية اثرى تقديم مملكة البحرين للاستعراض الوطني الطوعي الثاني بشأن التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة الذي يقدم في منتدى الامم المتحدة السياسية رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023 في مقر الامم المتحدة بنيورك ولفتت سعادة وزيرة التنمية المستدامة الى ان مملكة البحرين ومنذ تقديمها الاستعراض الوطنية الطوعية الاول في عام 2018 شهدت تسارعا ملحوظا في وثيرة العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية والاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم التحول الرقمي بالاضافة الى تعزيز جهود الاستدامة المالية والتأهب لمختلف التحديات واضهر الاستعراض كفاءة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا من خلال تبني نهج تكاملي شامل للحكومة والمجتمع باسره كما كشف الاستعراض جهود المملكة الرامية الى الحد من تداعيات الجائحة حيث اطلقت خطة التعافي الاقتصادي نهاية عام 2021 وبينت سعادتها بان المنتدى صلت الضوء على سبل تسريع وثيرة تحقيق التنمية المستدامة التي تمكنت مملكة البحرين من تحقيقها خلال الفترة السابقة بكل اقتدار وخلال الاجتماع ناقشت سعادتها نهج الاستدامة في مملكة البحرين موضحة بان المملكة تعتز باتباعها نهجا مبنيا على الاستدامة على مدار تاريخها الحافل وفي ختام الاجتماع اكدت سعادتها همية مواصلات العمل المتكامل بين مؤسسات الدولة وكافة الشركاء داخل المملكة وخارجها للاستمرار في الدفع بعجلة التنمية المستدامة بما يحقق طموحات مملكة البحرين معرفة عن طلع الوزارة واستعدادها التام للمشاركة في قمة اهداف التنمية المستدامة التي ستقام في نيويورك في شهر سبتمبر المقبل اشتركوا في القناة